السلام عليكم أحبائي وإياكم ست سراء من المدرسة العراقية الألمانية ديقار في درس التربية الإسلامية درسنا لهذا اليوم في الوحدة الرابعة الدرس الثاني من العقيدة الإسلامية هنا أعدي أربع مفردات اللي هي الدنيا الآخرة الجنة النار هذه المفردات رح نشرحها مفردة مفردة ونشوف شن المقصود بها تابعوا إياه الدنيا هي حياتنا التي تبدأ بولادتنا وتنتهي بالموت وهي دار فانية لا بقاء لها شنو معنى هذا الكلام هنا يقلك الدنيا شوكت تبدي تبدي من ولادة الإنسان شوكت ما أنت أجيت إلى الدنيا شوكت ما أنت نولدت إلى آخر يوم في حياتك إلى موتك هذه تسمى بالدنيا هذه المدة رح تعيش في هذه الدنيا الدنيا رح تكون دار فانية شنو دار فانية؟ أي إنها دار زائلة غير مستباقية لها مدة زمنية وتنتهي لذلك تسمى دار فانية لا بقاء لها أما معنى الآخرة فهو يقصد به هي دار القرار والخلود الأبدي وتبدأ بعد الموت ليحيى الإنسان أما في جنة ونعيم وأما في نار وعذاب كل حسب عمله هنا يوضح لي أن الآخرة هي دار خلود دار بقاء تبدأ من موت الإنسان شوقت ما يموت الإنسان هذه بعد انتهى من الدنيا ورح ينتقل للآخرة من هنا رح تبدأ الآخرة الآخرة رح يكون الإنسان أما في جنة ونعيم وأما في نار وعذاب شنو رح يكون من خلال الأعمال التي عملها في الدنيا أما معنى الجنة فهو في يوم القيامة يحيي الله تعالى الموت بقدرته أما معنى الجنة فهو أن الله سبحانه وتعالى سيحيي الموت بقدرته ليحاسبهم على أعمالهم التي عملوها في حياتهم الدنيا إذا كانت أعمال الإنسان الصالحة أكثر فسيكون دخوله إلى الجنة الخط أما إذا كانت الأعمال السياهية الأكثر سيكون مصير الإنسان نار جهنم هذه الجنة شنو المواصفات شنو النعيم الموجود بيها حسنا نشوف شنو هاي المواصفات بيها الجنة رح تكون واسعة عرضها عرض السماوات والأرض وجميلة جدا وفي الجنة المؤمن راح يجد فيها البهجة وسرور وكل ما يتمنى ويقول لباس أهل الجنة هو من الحرير كذلك فيها من الفواكه والطعام اللذيذ والطيب وكل شيء يشتهي المؤمن ويكون في خاطره سيكون موجود أمامه كذلك في الجنة تتدلى فيها الثمار والأشجار والفواكه وفي الجنة ليس هناك لا حر ولا برد وإنما ستكون هناك سعادة دائمة أبدية باقية وغير زائلة حتى بالنسبة للجنة وما فيها أما النار هنا أن الله سبحانه وتعالى دائما يحذر الناس من العقاب ومن الدخول النار لكن بعض الناس يصروا على أعمال ويرتكاب الأعمال المحرمة ويصر على ارتكاب الأعمال المنكرة التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه إن الله سبحانه وتعالى هو غفور هو رحيم رحمته وساعد كل شيء فالله سبحانه وتعالى إذا الانسان أخطأ فاتخطأ معاين الشهد أن الله سبحانه وتعالى ر由ي يفتح لباب التوبة عندما يستغفر الإنسان سيغفر الله له لكن نفس ما قلت لكم وجد بعض الناس يصر على ارتكاب المعاصي يصر على ارتكاب الذنوب لا يندم على هذه الأفعال التي يفعلها فالله سبحانه وتعالى هنا سيحاسبه على الأعمال التي يعملها لكن الله سبحانه وتعالى من لطف بعبادته من رحمته بالناس نجده أن الله سبحانه وتعالى يضاعف فقط الحسنات أما السيئات فلا يضاعفها شلون يعني أنا من أعمل عمل الصالح عمل الصالحة كثيرة مساعدة للفقراء والمحتاجين صلة أرحام مساعدة الناس المرضى أو غيرها نجد هذه الأعمال التي نعملها الحسنة رح نشوف أنه أجر وثوابه رح يكون مضاعف أما إذا أنا ارتكبت ذنب ارتكبت محصية هنا الله سبحانه وتعالى هذه الذنوب هذه المعاصي ما رح يضاعفه وإنما تبقى عسب أنه ارتكبت ذنب واحد رح يبقى علي ذنب واحد ارتكبت محصية واحدة رح يبقى علي محصية واحدة ما رح تضاعف هذه المحصية ولا هذا الذنب وهذا الشي هو من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس ولطفة هي بعبادة فالله سبحانه وتعالى حذرنا من دخول النار اللي رح تكون النار جهنم ملتهبة ويكون نتيجة سيدخلها هو الإنسان اللي يعمل أعمال سيئة الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم أحد لكن الإنسان دائما هو ليظلم نفسه بسوء عمله هذا بالنسبة للدرس أما بالنسبة للمناقشة تابعوا إياي النقطة الأولى ما الفرق بين الحياة الدنيا والآخرة الجواب شذكرنا احنا قبل 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 الدنيا يقصد به هي الدنيا هي الحياة التي تبدأ بولادتنا وتنتهي بيمن بالموت وهي دار فانية لا بقاء لها أما الآخرة هي دار خلود دار أبدية تبدأ شوكت بعد الموت ليحل الإنسان أما في جنة ونايم وأما في عذاب ونار النقطة الثانية ما دار الإنسان المؤمن يوم القيامة الجواب الجنة النقطة الثالثة ما دار الإنسان الكاثر يوم القيامة الجواب النار النقطة الرابعة صف الجنة ونعيمة ذكرنا قبل قليل أن الجنة واسعة أرضها أرض السماوات والأرض فيها كل ما يشتهي ويجد المؤمن كل ما يشتهي ويتمنى اللباس يكون من حرير كذلك هناك ولدان يخدمون الناس يخدمون لهم الشراب كذلك فيها أسجار جميلة ثمار طيبة وليس فيها حر ولا برد النقطة الخامسة صف النار وعذابها نار جهنم ستكون نار ملتهبة نار سعيرة جدا وستكون لمن يعمل الأعمال السيئة ويصر على هذا الأعمال المنكر أو الأعمال التي نهان الله سبحانه وتعالى سادسا ماذا نعمل لكي نكون من أهل الجنة شنو الواجب علينا اللي لازم نسوي حتى احنا نكون من أصحاب الجنة ونبتعد عنه أولا هو أول نقطة جدا مهمة هو أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وهذا الإيمان شون؟ يعني من خلال أنك تصدق أنه الله موجود تثق أنه الله موجود هذا التصدق هذا الوثوق والإيمان لا بد يكون في قلبك كذلك أنه لازم نعمل الصالحات نترك كل شيء الله سبحانه وتعالى نهان عنه إذا أنا سوي الذني أنه آمنت بالله صدقت أنه الله موجود أملت بالأوامر اللي الله أمرني بيها تركت النواهي تركت المنكر وكل شيء نهاني الله سبحانه وتعالى عنه سأكون من أهل الجنة النقطة السابعة لماذا يضاعف الله الحسنات ولا يضاعف السيئات الجواب أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وكذلك أنه رحيم وعاذه رحمته شملت كل الناس لذلك نراه ونجده أنه يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات هذا كل ما يخصد رسلي هذا اليوم نلتقي إن شاء الله في الدهس القادم دمتم في حفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر